واضح لبيروس كورونا على مجال الكرة مش بتكلم بس على تعليق الأنشطة كده كده العالم كله موقف لكن في تأثير كمان أكثر ظهورا زي مثلا أندية أعلانة إفلاسها بتكلم على زيلينا اسلوفاكي نهاردة بارتمي ورئيس برشلونة قال إن وما فيش أي خطر على إن احنا نعلن إفلاسنا في كمان الاتحاد الأرجواني كان سرح 400 عضو بسبب توقف الأنشطة الرياضية منهم الأسطورة التدريبية أسكر تباريز أربعة أندية إسبانية اللي هي برشلونة وأتاتيكو مدريد وإسبانيول وألافاش وأندية بالدرجة التانية أعلنت أنها بتخفض رواتب تبقى لقانون العمل المؤقت وكمان في أندية ألمانية كانت خفضت رواتب اللاعبين بنسبة ما بين 20% لـ 30% وأندية إيطالية زي يوفينتوس خفضت رواتب لعبيها أندية البريمير ليج بتطبق أو بتدرس تخفيض رواتب اللاعبين وقالت لكم إن القصة دي لسه مش أكيدة إن محتاجة هلاك بيفكروا في إنجلترا إن يكون الموضوع عام ما يبقاش نادي ونادي أو حد يفكر وحد لأ بالكلام عن يوفينتوس فالنهاردة بيكلموا على إن ممكن رونالدو يستخدم في قصة علاج القصور المالي اللي متضرر منه يوفينتوس دلوقتي إن هم إما يبيعوا كريستيانو بـ 70 مليون في الصيف اللي جاي وإما يتفاوضوا معاه على تمديد موسم تاني لكن براتب أقل وبالتالي يبقوا هما محققين مكاسب أو إن هما يعني بيشوفوا حلول في العلاقة مع كريستيانو رونالدو لكن ده لم يعلم بشكل رسمي حاليا ريال مدريد هو كمان بيفكر بيفكر بحسب التقارير الإسبانية الموندو دي بورتيفو إن هو يخفض رواتب لعبي فريق كرة القدم وكرة السلة ودول أصحاب الرواتب العالية في ريال مدريد في الفترة الحالية طيب شكرا